التعويل على الزراعة المستدامة بالإستعانة بأحدث المستجدات رهان رفعته السلطات واعتمدته كبريات الشركات المشاركة بصالون وهران الدولي للفلاحة في نسخته السادسة منتوج جديد وهو عبارة على بكتيريات وهذا المنتوج هذا رح يدخل في إطار البرنامج لمستطرات الشركة تعنا لتطوير الفلاحة في الجزائر وخاصة لزراعة المستقبل والزراعة الدائمة وباستعمال هذا المنتوج هذا قدرنا نرفعه من الإنتاج بنسبة 25.30% وهذا الصالون القينا فيه كل المنتجات النافعة لصالح الإنتاج وخاصة التكنولوجيات الجديدة التي تدخل في قدرات وتثمين وحتى رفع المردود خاصة في هذه المواد الاستراتيجية مثل الحبوب والبقوليات وخاصة الاستراتيجية الجديدة بما يخص الذراء الاهتمام بمضاعفة المحاصيل الزراعية في صلب اهتمام المهنيين بفضل مرافقة الدولة للفئة بالنسبة للقروض الاستمارية فقد بلغ عدد الملفات التي تم تمويلها في القروض الاستمارية حوالي 1400 ملف بقيمة 44 مليار دينار جزائري أما بالنسبة للقروض الاستغلالية فقد بلغ المقدار المبلغ الذي تم تمويله للقروض الاستغلالية وهي القروض القصيرة المدى التي لا يتجاوز تقريبا مدتها سنة فقد بلغ المبلغ المموئي لحد الآن 6 ملاير و500 مليون دينار جزائري عودة الجزائر لمكانتها كسلة غذاء حيوية مسعى القائمين على قطاع فلاحة بفضل تسهيلات المقدمة للفلاح باعتباره رافدا مهما من روافد تطوير الاقتصاد الوطني